وكيل محمد الشيبي يلجأ إلى الاتعاد الدولي لكرة القدم من أجل معاقبة حسين الشحات بعد العقوبة الهدية اللي باعتبرها هدية اللي تم إصدارها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ضربوا بالألم وشتموا وسبوا أمه وسبلوا الدين وكل ده حسين الشحات بعد كل اللي عمله ده في محمد الشيبي ياخد إقاف مباراتين فقط أكد أنهم بيدلوا هدية مش عقوبها لايك وشتراك فعل زر الجرس ويلا بينا إلى التفاصيل وكيل اللعب المغربي الدولي محمد الشيبي أكد بأنه هو وإدارة برامتز الفريق المصري اللي بيعاب له محمد الشيبي هيقدمه خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات القلية القادمة هذا الخطاب سيكون مرفقا بالفيديو الموضح الاعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي مع بعض الألفاظ النابية أيضا وكيل محمد الشيبي أكد أن فيه نص العقوبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيه نص واضح وصريح يؤدي إلى شطب اللاعب إذا ضرب زميله حسب طبعا الطريقة اللي هيشوفها لجنة الانتباط بالاتحاد الدولي فبالتالي في عقوبة بتصل إلى الشطب فهل يكون مصير حسين الشيحات هو الشطب؟ هل يكون حسين الشيحات عبرة لكل لاعب يفعل ذلك؟ أعتقد أن رغم حب الحسين الشيحات لأنه لعب كبير في النادي اللي بشجعه النادي الآلي لكن هذه الأخلاق يجب أن يكون لعبها مصير الشطب هذه الأخلاق يجب أن تنتهي من مع لاعبنا العربية